تحديات كبيرة تواجهها الحكومة في العراق في ظل تأخر إقرار موزنة الدولة لهذا العام 2024 والبالغة نحو 228 تريليون دينار على الرغم من انقضاء خمسة أشهر من هذا العام من عكس هذا التأخير على تعطل المشاريع القدمية والبنية التحتية البالغة نحو 1300 مشروع تمت إضافتها إلى جدول الموازنة وبنودها مصادر سياسية أكدت أن هناك مشكلات حالت دون إقرار الموازنة أبرزها العجز وحجم الإنفاق الاستثماري مبيناتا أن جميع القطاعات الخدمية بما فيها الصحية والتعليمية تعاني عدم الإنفاق وتأخر الكثير من التخصصات المالية المتعلقة بالمشاريع الخدمية والاستثمارية من جانبها حملت اللجنة المالية البرلمانية الحكومة مسؤولية تأخر إرسال الموازنة إلى مجلس النواب لغرض دراستها ومعرفة أبواب الصرف المالي وجداوله والقوانين التي أضيفت إليها قبل عرضها للتصويت النهائي كما انتقدت اللجنة وزارة المالية بسبب تركوها في صرف مستحقات المحافظات المالية على الرغم من دخول شهر الخامس من السنة الأمر الذي سبب تعديل الكثير من المشاريع الخدمية في الدوائر البلدية والتعليمية والصحية وكان البرلمان قصوت في حزيران من العام الماضي على قانون الموازنة بعز المالي قدره 63 تريليون دينار لكن ذلك لم يمنع من تأخر إقرار موازنة هذا العام أيضاً حيث منح القرار الحكومة حق التعديل والمراجعة على موازنة كل عام وفقاً لما يتطلبه المشهد المالي مختصون اقتصاديون أكدوا أن تأخر موازنة العام الحلي سيشكل ضغطاً على حجم النفقات ويرفع من نسبة العلز المالي فضلاً عن غياب فرص التنمية المستدامة يضاف لذلك تراكمات المالية والمشاريع السيولة النقدية وأباب الصرف غير المبرر بعيداً عن مشاريع التنمية الحقيقية وكلها أسباب أندت إلى تفاقم حالة العراق في تعزيز وجود المخاطر الاقتصادية والمالية التي سيخلقها العدز المالي